السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنشوف كيف طريقة الدخول إلى موقع إدارة التدريب والابتعاث بعد التحديث سنضغط الموقع اللي هو مكةapps.org ثم مكة بعد كده المعلمون ثم نأتي إلى تسجيل السجل المدني ورقم الباسورد الخاصة فيك ثم تسجيل الدخول سيطلب منك الرمز اللي هو أمامك ال QR كود طبعا لازم يكون عندك الجوال يعمل ولازم تكون الجوال اللي بيشتغل معاك تشغل الكاميرا اللي موجودة فيه ثم توجه الكاميرا إلى QR كود سيطلب منك التشغيل أو الرابط اللي موجود نضغط على الرابط سيتم فتح برنامج Authenticator Code سنضغط على Authenticator Code أو نضغط على مثلا سيعطينا الرقم هذا اللي هو سبعة تسعة زي ما انت شايفه موجود أمامك هنبدأ نضعه هنا تحت تسعة أو آسف آآ تلاتة ستة تلاتة تسعة ستة تسعة واحد بعد كده نضغط على أوكي موافق وسأصل إلى الصفحة الرئيسية طبعا نحن لازم لازم حتما أنك انت هنا تعمل خروج ثم الدخول مرة أخرى للموقع هذه معلومة مهمة جدا وضروري أنك تعملها ندخل مرة ثانية الآن نعمل تزيل دخول ردنا نتحقق سيصلنا الآن على الكيو أر كود اللي هو موجود عندي هبدأ أدخل مرة ثانية ستة تنين ثلاثة أربعة سبعة وسيتم الدخول على طول إلى البوابة وبالتوفيق للجميع